هناك صورة ماذا أقول عنها تقليدية نمطية كما يقولون هناك صورة جاهزة في أذهاننا تعلمناها من الثقافة الحكومية ومن الثقافة المجتمعية التي هي إنعكاس عن الثقافة الحكومية حينما نذكر المغول فإننا نذكر الهمجية والوحشية صحيح هذا ذكر في كتب التاريخ لكن عليكم أن تعرفوا من أن حكام المغول ومنذ جينكيس خان هم أكثر حكام العالم في زمانهم حكمة في السياسة وأكثر حكام العالم حكمة في تدبير الأمور وإدارة شؤونها الهمجية والوحشية اتخذوها ستراتيجية في الهيمنة على الشعوب أما هم في مقام وضع المخططات واتخاذ القرارات فكانوا يعملون ذلك ويقومون به على أتم وجه كانوا ينتفعون من كل خبرة في البلاط المغولي هناك المسيحيون وهناك اليهود وهناك الشيعة وهناك السنة من جميع الاتجاهات يختارون أكثر الناس خبرة وأكثر الناس ثقافة وأكثر الناس تخصصا في العلوم التي يحتاجونها في بناء دولتهم وهم حاضرون دائما في البلاط السلطاني ويوفرون لهم كل الإمكانات ويتعاملون معهم باحترام شديد ويحاسبون أفراد المغولي إذا ما خرجوا على القوانين القوانين كانت صارمة الهمجية كانت تقنن بقوانين فإذا ما تعدى المغولي في الهمجية مع الرعاية الأجانب فإنه سيقتل وسيحاسب أشد الحساب الصورة التي في أذهاننا عن المغول ليست دقيقتان أخذت لقطة وهي لقطة الهمجية والوحشية إنه الأسلوب الذي يتعامل به المغول مع الذين لا يخضعون لطاعتهم المدن التي خضعت لطاعتهم من دون قتال لم يسيء إليها أبدا لم يسيء إليها ولم يخيفوها أبدا بل أحسنوا إليها حتى المدن التي كانت بحاجة إلى حامية مغولية من المدن التي خضعت لهم من دون قتال واتفقت معهم على أن تدفع الضرائب لسلطة المغول سنويا لأنها دخلت تحت سلطة التاج المغولي المدن التي كانت بحاجة إلى حماية وضعوا الحماية خارج المدينة ومنعوا جنود المغول أن يدخلوا إلى المدينة في أي وقت حددوا لهم وقتا يدخلون إلى المدينة لشراء ما يحتاجونه من السوق ويخرجون نظام صارم وأعطوا الحرية للأديان وأعطوا الحرية للفكر وللفلسفات المختلفة حكاية طويلة حكاية المغول لا أريد أن أخوض فيها إلا أن الهمجية والوحشية والقسوة والفتك كانت ستراتيجية سيطرتهم على البلاد التي جاءوا لفتحها وغزوها موضوع كبير هذا ومتشعب بينت لكم هذه المقدمة كي أذهب إلى النقطة التي أريد أن أحدثكم عنها من أن المغول كانوا سببا في انتشار المذهب الطوسي علاقة المغول بالشيعة بدأت من هذه النقطة من علاقة هولاكو بنصير الدين الطوسي نصير الدين الطوسي عالم شيعي لا أريد أن أخوض في تأريخه الكلام كثير بخصوصه عالم شيعي موسوعي في زمانه كان ملما بثقافة عصره فهو رياضي مطلع على رياضيات عصره فلكي فيلسوف متكلم من علماء الأخلاق والسلوك كان عالما موسوعيا في زمانه حكايته طويلة لما وصل هولاكو لمحاصرة قلعة الإسماعيليين في شمال إيران نصير الدين الطوسي كان موجودا في تلك القلعة كان موجودا برغبته جاءوا به سجينا هذا موضوع بحاجة إلى الدخول في تجاويفه وتلافيفه والمقام ليس منعقدا لهذا نصير الدين الطوسي كان موجودا في القلعة الإسماعيلية هولاكو جاء لمحاصرة تلك القلعة لإخضاعها لسلطته قطعا المدن التي رفضت الخضوع لهولاكو فتحها بالقوة ودمرها وقتل أهلها وفعل ما فعل فيها من المجازر البشعة القلعة الإسماعيلية رفضت الخضوع لهولاكو نصير الدين الطوسي أقنع أحد الأمراء الشباب أن يتسلل من القلعة وأن يلتحق بهولاكو نصير الدين الطوسي كان داهية إنه يريد أن يشعر هولاكو بأن نصير الدين الطوسي يميل إلى هولاكو وفعلا نجح الأمر فقد عمل هذا الأمير الشاب من عمراء الإسماعيليين وفر من القلعة والتحق بهولاكو وأخبره بأن الذي أشار عليه بذلك هو نصير الدين الطوسي العالم الشيعي استطاع هولاكو أن يفتح القلعة الإسماعيلية وأن يسيطر عليها حكاية مفصلة التحق نصير الدين الطوسي بهولاكو فقربه وصار الوزير الأول عند هولاكو كان هولاكو يستشيره في الأمور المهمة جدا في الأمور الكبيرة ويأخذ بقراره حتى لو اختلف بقية مستشاريه في الرأي مع نصير الدين الطوسي نصير الدين الطوسي هذا العالم الشيعي هو الذي دفع بهولاكو باتجاه بغداد هذه قضية حقيقية للقضاء على العباسيين وفعلا حدث هذا وتوجه هولاكو إلى بغداد وقضى على العباسيين وأصبحت بغداد تحت سلطة المغول هذه حقيقة كل الوثائق وكل المعطيات تقول بهذا بالنسبة للشيعة هذا أمر لا يوجد ما هو أفضل منه بالنسبة لسنة هذه خيانة القضية هي القضية عندما جاء الأمريكان سنة 2003 ميلادي ودخلوا إلى العراق وأسقطوا الحكم البعثي هذا بالنسبة للشيعة والأكراد كان عيدا وفرحة وبالنسبة للسنة لم يكن كذلك التاريخ هو هو وأنا هنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذا الموضوع إنما أحدثكم عن معطيات ستقودنا إلى معرفة كيف أن المغول هم الذين ساهموا بنشر المذهب الطوسي بمساعدة العلامة الحلي العلامة الحلي توفي سنة سبعمية وستة وعشرين للهجرة أنا أذكر تأريخ وفاة العلماء والشخصيات كي تعرفوا المقطع التأريخية الذي أتحدث عنه ونصير الدين الطوسي يعد من أساتذة العلامة الحلي لا بد أن تعرفوا هذا فإن نصير الدين الطوسي معدود في أساتذة العلامة الحلي وأهم كتاب يدرس في الحوزة الطوسية في العقيدة الشعية الطوسية هو شرح التجريد شرح التجريد التجريد تجريد الاعتقاد متن مختصر في العقيدة الشعية الطوسية كتبه نصير الدين الطوسي وشرحه العلامة الحلي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد كشف المراد هو عنوان لشرح العلامة الحلي لهذا المتن العقائدي المختصر الذي كتبه نصير الدين الطوسي العقيدة التي كتبها الطوسي وشرحها الحل عقيدة بظاهرها شعية بروحها وطعمها الحقيقي معتزلية بتمام ما تدل عليه هذه الكلمة نتحدث عن كلمة المعتزلية وهذه هي العقيدة التي عليها حوزة النجفي وكربلاء وعليها عامة الشيعة لأن عامة الشيعة إذا أرادوا أن يعرفوا عقائدهم ويسألوا مراجع النجف فإن مراجع النجفي وكربلاء سيرشدونهم إلى كتاب عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر والذي أنا أسميه بالعقائد الأموية فيرشدونهم إلى كتاب عقائد الإمامية محمد رضا المظفر اختصر ما جاء من مضامين العقيدة الطوسية في كتاب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد اختصر تلك العقيدة وكتبها بإسلوب موجز وسهل إنها عقيدة معتزلية طوسية قذرة بامتياس الحكاية لها تفصيل وأكتفي بما ذكرته بخصوص نصير الدين الطوسي إنها بداية علاقة المغول مع الشيعة هناك من يقول يريدون أن يجدوا عذرا لنصير الدين الطوسي من أن هولاكو بعد ذلك ساءت علاقته بنصير الدين الطوسي وهذا الكلام ليس صحيحا ليس صحيحا الدليل أولاد نصير الدين الطوسي استمرت علاقتهم بسلاطين المغول وكانت لهم الحظوة والمنزل العالية فمن بعد أبيه نصير الدين الطوسي جاء ولده أصيل الدين حسن الطوسي نصير الدين محمد الطوسي محمد ابن محمد هناك من يخلط بين الطوسي الذي يقال له شيخ الطائفة ذلك محمد ابن الحسن الطوسي توفي سنة 460 للهجرة إنه مؤسس المذهب الطوسي أما نصير الدين الطوسي فهو محمد ابن محمد الطوسي والذي توفي سنة 672 الطوسي مؤسس المذهب توفي سنة 460 أما الخاجة نصير الدين الطوسي توفي سنة 672 الطوسي مؤسس المذهب مدفون في النجف نصير الدين الطوسي مدفون في الكاظمية في الحضرة الكاظمية ففارق بين الشخصيتين لأنني أقرأ في كثير من الكتب حتى في بعض كتب الشيعة للذين ليس لهم من اطلاع على التأريخ الشيعي في كتب السنة أيضا أقرأ هذا من أن نصير الدين الطوسي هو الشيخ الطوسي فارق بين الشخصيتين زمانا مكانا طبيعة إلى سائر التفاصيل التي يمكننا أن نتحدث عنها ما حدثتكم به عن نصير الدين الطوسي يمكنكم أن تجدوا المعلومات على سبيل المثال في هذا المصدر في الجزء السادس من روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات لمحمد باخر الخنساري إنها طبعة الدار الإسلامية بيروت لبنان رقم الترجمة خمسمية وثمانية وثمانين صفحة ميتين وثمانية وسبعين ما ذكرته موجود في صفحة ميتين وثلاثة وتسعين وما بعدها كان في نية أن أقرأ بعضا من الكلام لكنني أرى أن الوقت يجري سريعا هذا هو الجزء الثامن من المصدر نفسه روضات الجنات لمحمد باخر الخنساري الطبعة هي هي التي أشرت إليها قبل قليل رقمه رقم الترجمة سبعمية وتسعة وأربعين هذه ترجمة والدي العلامة الحلي يوسف ابن علي ابن المطهر الحلي العلامة الحلي اسمه الحسن الحسن ابن يوسف ابن علي ابن المطهر الحلي والده والد العلامة الحلي كان من كبار علماء حوزة الحلة ومن أبرز تلامذة المحقق الحلي كان صهرا للمحقق الحلي فهو زوج أخته ولذا فإن العلامة الحلي يكون المحقق الحلي خاله في ترجمة والد العلامة الحلي صفحة 184 ينقل صاحب الروضات عن العلامة الحلي وهو يحدثنا عن أبي جاء في كتاب من كتب العلامة الحلي كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين صلوات الله عليه تحدث العلامة الحلي عن إخبار الأمير بالمغيبات ومن جملة ما أخبر به أن المغولة سيسيطرون على بغداد وسيقضون على العباسي علق على هذا الموضوع العلامة الحلي علق على هذا الموضوع ما رواه عن والده من أن والده مع بعض رجالات الشيعة في الحلة كاتبوا هولاكو قبل أن يفتح بغداد وقبل أن يسيطر على بغداد كاتبوا وبعد ذلك ذهب المطهر الحلي والتقى به فكان من جملة القليل من جملة القليل الذين بقوا في مدينة الحلة فإن الناس فرت من المدن لما سمعت بأن جيش المغول دخل الأراضي العراقية باتجاه بغداد أبناء المدن العراقية فروا فروا إلى الصحاري فروا إلى البساتين خرجوا من المدن كانوا يتوقعون أن الجيش المغول سيدخل مدنه أهل الحلة أهل مدينة الحلة فروا لم يبقى منهم إلا القليل فكان من جملة القليل الذين بقوا في مدينة الحلة والدي رحمه الله والسيد مجد الدين ابن طاوس آل طاوس معروفون في الحلة وهم عشيرة كبيرة لا ندري من هو هذا لكن يبدو أنه شخصية مهمة والسيد مجد الدين ابن طاوس والفقيه ابن أبي العرفاء أيضاً لا نعرف شخصية هذا الفقيه على الأقل في الوقت الحاضري لا نمتلك معلومات عن هاتين الشخصيتين ربما توجد في طوايا الكتب على الأقل أتحدث عن نفسي ما وصلت يدي إلى تلك المعلومات لكن القرائنة تشير إلى أن الرجلين من كبار الشيعة ومن زعمائهم العلامة يقول فكان من جملة القليل والدي رحمه الله والسيد مجد الدين ابن طاوس والفقيه ابن أبي العرفاء جمع رأيهم على مكاتبة السلطان مكاتبة هولاكو بأنهم مطيعون داخلون تحت الإيلية الإيلية هي المملكة المغولية السلطة المغولية ماذا يقال للحكومة المغولية الإيل خانية الدولة الإيل خانية الإيلية يعني سلطة سلطان المغول جمع رأيهم على مكاتبة السلطان بأنهم مطيعون داخلون تحت الإيلية وأنفذوا به شخصا أعجميا فأنفذ السلطان إليهم فرمانا مع شخصين أحدهما يقال له نكلة والآخر يقال له علاء الدين وقال لهما قولا لهم إن كانت قلوبكم كما وردت به كتبكم تحضرون إلينا فجاء الأميران نكلة وعلاء الدين فخافوا لعدم معرفتهم بما ينتهي الحال إليه فقال والدي رحمه الله إن جئت وحدي كفى فقال نعم الأميران اللذان جاء من قبل هولاكو فأصعد معهما أصعد معهما ذهب باتجاه هولاكو فلما حضر بين يديه وكان ذلك قبل فتح بغداد وقبل قتل الخليفة قال له هولاكو يقول لي يوسف والد العلام الحلي قال له كيف قدمتم على مكاتبتي والحضور والحضور عندي قبل أن تعلموا بما ينتهي إليه أمري وأمر صاحبكم أمر صاحبكم يعني الخليفة العباسي إنه المستعصم بالله العباسي كيف قدمتم على مكاتبتي والحضور عندي قبل أن تعلموا بما ينتهي إليه أمري وأمر صاحبكم وكيف تأمنون أن يصالحني ورحلت عنه فقال والدي إنما أقدمنا على ذلك لأن روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في خطبته الزوراء وما أدراك ما الزوراء أرض ذات أثل يشيد فيها البنيان وتكثر فيها السكان ويكون فيها مهادم وخزان يتخذها ولد العباسي موطنة ولزخرفهم مسكنة تكون لهم دار لهو ولعب يكون بها الجور الجائر والخوف المخيف والأئمة الفجرة والأمراء الفسقة والوزراء الخونة تخدمهم أبناء فارس والروم لا يأمرون بمعروف إذا عرفوه ولا يتناهون عن منكر إذا أنكروه تكتف الرجال منهم بالرجال هذه العلامة الواضحة في المنهج العباسي والتي انتقلت إلى المذاهب العباسية بما فيها المذهب الطوسي القذر هذه العلامة الواضحة في المسار العباسي تكتف الرجال منهم بالرجال والنساء بالنساء فعند ذلك الغم العميم والبكاء الطويل والويل والعويل لأهل الزوراء من سطوات الترك المغول ترك قوم من الترك من سطوات الترك وهم قوم صغار الحدق صغار الحدق عيونهم صغيرة إما أن المراد أن عيونهم صغيرة أو أن حدق عيونهم صغار حدقة العين السواد في العين لكن الذي يبدو وهو المعروف عن صغر عيونهم وهم قوم صغار الحدق وجوههم كالمجان المطرقة المجان المطرقة المجان جمع لمجنة والمجنة قد يقصد منها الترس الذي يستعمله المقاتلون في الحرب كي يتقوا به ضرب الأعداء وقد يقال أيضا هذا التعبير لما يقال له السندان أو السنديان عند الحداد وهي قطعة حديدية سميكة تكون مسطحة قد تكون مدورة قد تكون مربعة تكون مسطحة وفيها شيء من الارتفاع في وسطها فالإمام هنا يشبه وجوههم بالمجان المطرقة كأن وجوههم في وصفها تشابه المجان المطرقة وجوه عريضة مسطحة تكاد أن تكون متساوية لباسهم الحديد وهذا هو لباس المغول قد يقول قائل كل الذين كانوا يقاتلون يلبسون الحديد هذا الكلام ليس صحيحا هناك من يلبسون الجلود والحرير ولا يلبسون الحديد ويلبسون الحريرة فوق الجلود فوق الدروع الجلدية ويجوز للرجال في شرعنا أن يلبسوا الحريرة في الحرب لأن الحريرة وإن كان رقيقا لكن السيوف لا تخترقه بسهولة فإن السيف إذا ما وقع على الحرير يشطح شطحا فلا يصيب ولذا حتى الذين كانوا يلبسون الدروع كانوا يلبسون الحريرة فوق الدروع على أي حال ليس الحديث عن كل شيء لباسهم الحديد جرد مرد جرد مرد هذه صفة واضحة في المغول جرد أبدانهم ليست مشعرة قطان تلك البلاد من المغول من الصين والبلاد التي تجاورها الرجال عندهم أبدانهم ما هي بمشعرة لا يوجد على أبدان الرجال من الشعر جرد الأجرة الرجل الأجرة هو الذي لا يوجد شعر على بدنه والأمرد هو الذي لا تنبت لحيته وشاربه وهذه الصفة كانت ظاهرة في المغول جرد مرت يقدمهم ملك يأتي من حيث بدى ملكهم جهوري الصوت قوي الصول عال الهم هذه صفات هولاك لا يمر بمدينة إلا فتحها ولا ترفع عليه راية إلا يكشفها الويل الويل لمن ناواه فلا يزال كذلك حتى يظفر فلما وصف لنا ذلك هذا كلام يوسف والد العلامة فلما وصف لنا أمير المؤمنين ذلك ووجدنا الصفات فيكم رجوناك فقصدناك فطيب قلوبهم وكتب لهم فرمانا لهم باسم والدي رحمه الله يطيب فيه قلوب أهل الحلة يطيب يطيب فيه قلوب أهل الحلة وأعمالها وفعلا وفى بعهده لم يتعرض للحلة بسوء وأرسل حامية للمدينة بقيت خارج المدينة كانوا يدخلون إلى السوق في أوقات معينة لشراء حاجتهم وعمر ما عمر لهم من شؤون الحلة التي كانت بحاجة إلى إعمار وإلى تعمير هذا جزء من علاقة المغول بالشيعة فحينما أقول لكم من أن المغول ساعدوا العلامة الحل في نشر المذهب الطوسي لم يكن هذا قد جاء بشكل مباغت القضية لها تأريخ وهذه اللقطات لقطات وجيزة لو كنت في مقام التفصيل لجئتكم بالكثير من الوقائع لكنني أخذت لقطة من بداية نشأة العلاقة فيما بين المغول والشيعة عبر نصير الدين الطوسي ونصير الدين الطوسي لم يكن لوحده فإنه قد جلب معه ما جلب بعد ذلك بعد ذلك بعد أن استتب له الأمر جلب العديد من الشخصيات الشيعية في ذلك الوقت وجعلهم قريبين من السلطان المغولي وأقام العلاقات مع أمراء المغول وهناك إشارات من أن البعض منهم تشيع على يده أصبح على عقيدته وأخذت لكم لقطة من موقف زعماء الشيعة في الحلة حينما راسل هولاكو وذهب والد العلامة الحل لملاقاته هناك تفصيلات أخرى أنا أحاول الإيجاز وأحاول الاختصار بقدر ما أستطيع تلاحظون الكتب الكثيرة وفي الوقت نفسه فإن الساعة تجري 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 لا أستطيع أن أسيطر عليها نذهب إلى فاصل لا بد أن تعرف من أن ديانة سلاطين المغول مختلفة فهناك منهم من كان وثنياً وثنياً وهناك منهم من كان بوذية قد يقول قائل من أن البوذية هي من الديانات الوثنية أيضاً إنني أتحدث عن المصطلحات هنا فهناك فهناك من كان يقال له من أنه على دين وثني وهناك من كان منهم من أنه يقال عن من أنه كان على دين البوذيين أول سلاطين المغول الذي صار مسلماً اعتنق الديانة الإسلامية بشكل واضح هناك قول من أن هولاكو تشيع على يد نصير الدين الطوسي لا نملك دليلاً واضحاً على هذا لكن في كتب التأريخ فيما كتبه ابن الفوطي أو رشيد الدين الهمذاني أو غيرهما هناك كلام واضح عن السلطان المغولي غازان ابن أرغون خان المغولي غازان صار مسلماً وصار مسلماً على المذهب الحنفي لماذا صار مسلماً على المذهب الحنفي حدثتكم في بداية الحلقة من أن سلاطين المغول يجمعون في بلاطهم السلطاني يجمعون بين العلماء من مختلف الاتجاهات غازان صارت له علاقة خاصة بمن كان من علماء الأحناف في بلاطه فأثروا عليه فأثروا عليه فحينما صار مسلماً صار مسلماً على المذهب الحنفي غازان مدة حكمه بدأت سنة ستمية وأربعة وتسعين وفي تلك السنة أعلن إسلامه في بداية حكمه وانتهى حكمه سنة سبعمية وثلاثة للهجرة مدة حكمه ليست طويلة ما بين ستمية وأربعة وتسعين إلى سبعمية وثلاثة للهجرة اعتلى العرش وأعلن بشكل رسمي إسلامه وكان على اطلاع على الإسلام الرجل كان بوذياً فإن جده أباق خان كان بوذياً وقد عاش أيام صغره في أحضان جده أباق خان الذي كان سلطاناً عاماً للمغول جده كان يحبه حباً شديداً لذلك أبقاه معه ومنذ نعومة أظفاره فتح عينيه على الديانة البوذية وكان متديناً فعلاً بالديانة البوذية وميالاً إلى الخلوة والعزلة الروحية على أي حال صار مسلماً في بداية حكمه صار مسلماً وشرع ما شرع من التشريعات الإسلامية عبر هؤلاء الفقهاء الأحناف حكاية طويلة لهذا السلطان المغولي لكنه لم يكن يعادي الشيعة فإن رجال الشيعة كانوا في بلاطه وكان يعتمد عليهم وكان يقربهم منه في بلاط المغول هناك ثلاثة مذاهب كانت واضحة الأحناف الشوافع والشيعة الشيعة الطوسيون إنها مذاهب عباسية فكان الأحناف هم الذين يسيطرون على دفة الحكم حينما تسلط غازان المغول وصار سلطاناً وحاكماً على البلات غازان مشهور عن أنه كان محباً للهاشميين وكان يغدق بالأموال عليهم وغازان أيضاً ذهب إلى زيارة مشاهد الأئمة في العراق فزار النجف وزار كربلاء وزار الكاظمية وأحسن إلى أهل تلك البقاء أتعلمون أن السلطان غازان شق نهراً وأوصله إلى النجف وكان نهراً كبيراً يعرف في التأريخ بالنهر الغازاني النهر الغازاني هو الذي شقه غازان السلطان المغولي حينما ذهب إلى زيارة النجف ووجد أرضها مجدبة من دون ما ويذكر المؤرخون من أن أرض النجف اخضرت واخضرت واخضرت وزاد رونقها بهاء وحسن وأنفق الكثير من الأموال لإصلاح أوضاع مدينة النجف وشق نهراً كبيراً تسير فيه السفن في ذلك الوقت الحديث عن السفن الصغيرة شق نهراً من الحلة إلى كربلاء يعرف بالنهر الغازان الأعلى هذه التفاصيل مذكورة في كتب تاريخ المغول وأنفق أموالاً كثيرة على إعمار حرم الحسين وأنفق أموالاً على القاطنين في كربلاء وخصوصاً على الهاشميين منهم هكذا اشتهر عنه من أنه في بدايات حياته وفي بداية سلطانه أيضاً رأى النبي والأئمة في منامه وقد أحسنوا إليه ووعدوه بالفوز والنصر في سلطانه ولذا فهو يقول كما يقول للناس من أن الفضل في انتصاراته وفيما وصل إليه في ملكه يعود إلى رسول الله وآل رسول الله هذا النفس يهيئ الأرضية لجو شيعي إذن الحكاية ليست مرتبطة بقضية طلاق السلطان المغولي وأن العلامة الحل تدخل في هذا الأمر التأريخ فيه تفصيل كثير المقام مقام إيجاز وإلا لحدثتكم بالكثير من الكلام لكنني سأكتفي بما هو موجز ومقتضب إلى أبعد حد لأنني سأحتاج إلى العديد من الحلقات لو أعطيته المجال لنفسي في الحديث توفي سنة سبعمية وثلاثة غازان فجاء من بعده أخوه أولجايتو خان أولجايتو خان أخو غازان فهو أيضاً ابن أرغونشاه الذي كان سلطاناً للمغول قبلهما أولجايتو أمه كانت مسيحية ولذا عمدته تعميداً مسيحياً وأسمته نقالاً تيمناً بإسم بابا المسيحيين آنذاك البابا نيقولا الرابع في ذلك الوقت أولجايتو الإسم المغولي نيقولا الإسم المسيحي لكنه صار مسلماً فسمي محمد خدابند خدابند يعني عبد الله فهو أولجايتو إنه الملك العظيم معنى هذه الكلمة باللغة المغولية وهو نيقولا تيمناً باسم البابا نيقولا الرابع وهو محمد خدابند واستقر على هذا الاسم وهناك حكايات وحكايات في بادئ أمره كان حنفياً على المذهب الحنفي مثلما كان أخوه أخوه مات على المذهب الحنفي كما هو معروف غازان أولجايتو خان محمد خدابند دخل الإسلام واعتنقه على المذهب الحنفي مثل ما فعل أخوه فلا زال الأحناف في البلاط المغولي لهم اليد العليا ولكن الشوافع بعد ذلك تحركوا عليه وأقنعوه فصار شافعياً فانحسر فانحسر وجود الأحناف في البلاط المغولي لا يعني أنهم خرجوا من البلاط وإنما انحسر وجودهم ضعف تأثيرهم المغولي ما كانوا يفرضون على أحد ديناً إلا ما فعله غازان فإنه فرض الإسلام على البوذيين من المغول خيرهم بين أن يدخلوا الإسلام أو أن يعودوا إلى بلادهم البعض منهم اختار الإسلام ولكنه هددهم من أنه سيقتلهم إذا ما تحدثوا عن البوذية والبعض منهم رجعوا إلى بلادهم الأصلية صار شافعياً فحدث خلاف كبير فيما بين الأحناف والشوافع في داخل البلاد المغولي انعكس على الشارع انعكس على الشارع الإيراني لأن عاصمة المغول كانت في إيران ما بين مراغة مدينة مراغة في تبريس وما بين مدينة سلطانية في مقاطعة زنجان فمرة كانت عاصمة المغول في مراغة ومرة كانت في سلطانية الخلاف الخلاف في البلاط السلطاني المغولي ما بين الأحناف والشوافع خرج إلى الشارع وحدثت فتنة فتنة دينية بين الناس سببت مشكلة نفسية لأولجايتو خان للسلطان المغولي صار في شك من دينه يقول المؤرخون من أنه بقي ثلاثة أشهر هو حائر هل يعود إلى دين آبائه وأجداده إلى ديانة جنكيس خان المغولية الأصلية أم أنه يبقى على دين الإسلام في هذه الأجواء يبدو أن الحادثة حدثت وإن كان هناك من المؤرخين من يقول ربما تكون هذه الحادثة حادثة مفتعلة بالاتفاق فيما بين السلطان المغولي وبين رجال الشيعة الذين كانوا في بلاطه الوزير الأول في بلاط أولجايتو خان كان شيعيا الوزير الأول كان شيعيا وكان هناك من الأمراء المغول من الشيعة أيضا ومن الشيعة المتمسكين بتشيعهم نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم أقرأ عليكم ما جاء في واقعة تطليق أولجايتو خان لزوجته التي يحبها وقد طلقها بالثلاث هذه الحادثة أقرأها عليكم من الجزء الثاني من روضات الجنات من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل من ترجمة العلامة الحل رقم الترجمة مية وثمانية وتسعين ومن الصفحة ميتين وثلاثة وسبعين نقلا عن والد الشيخ المجلسي عن محمد تقي المجلسي وذكر هذه الحادثة في كتابه الذي شرح فيه كتاب الفقيه لشيخ الصدوق من أن الشاه خدى بند الذي هو أولجايتو خان غضب يوما على امرأته فقال لها أنت طالق ثلاثا ثم ندم وجمع العلماء فقالوا لابد من المحلل لأنه في بداية أمره كان حنفيا ثم صار شافعيا فقالوا لابد من المحلل باعتبار أنه طلقها ثلاثا وهنا قد بانت وقع الطلاق بائنا بانت فلابد من محلل فقالوا لابد من المحلل فقال عندكم في كل مسألة أقاويل مختلفة أوليس لكم هنا اختلاف فقالوا لا فقال أحد وزرائه إن عالما بالحلة وهو يقول ببطلان هذا الطلاق لذا هناك من يقول بأن القضية مرتبة من هو هذا الوزير هذا الوزير هو سعد الدين السوجي سعد الدين السوجي كانه شيعيا ومتعصبا لتشيعه فربما كانت القضية مدبرة وربما سألوا العلامة الحل عن طريقة يحرجون فيها الأحناف والشوافع ويفتحون الباب للعلامة الحل ففي كتب التاريخ من أن سعد الدين السوجي هذا وكان يساعده أحد أمراء المغول الأمير طرمطاز المغولي وهناك عالم شيعي موجود في البلاط هو تاج الدين الأوجي هؤلاء كان لهم من التأثير الكبير على أولجايتو خان فربما كان الأمر مخططا لأن هؤلاء قبل هذه الحادثة أقنعوه أن يذهب إلى العراق إلى زيارة مشاهد الأئمة وفعلا ذهب إلى العراق ولما وصل إلى بغداد اتفقوا مع العلامة الحل أن يقدم إلى بغداد والتقى بالسلطان من خلال هذه الحادثة هذا يعني أن العلامة الحل على معرفة بالسلطان ولم يكن حادث الطلاق هو الحادث الأول الذي التقى فيه العلامة الحل بالسلطان المغولي على أي حال نقرأ الواقعة فقالوا لا بد من المحلل فقال عندكم في كل مسألة أقاويل مختلفة أوليس لكم هنا اختلاف فقالوا لا فقال أحد وزرائه إن عالما بالحلة وهو يقول ببطلان هذا الطلاق فبعث كتابه إلى العلامة وأحضره فلما بعث إليه قال علماء العام يعني السنة من الأحناف والشوافع إن له مذهبا باطلا ولا عقل للروافط ولا يليق بالملك أن يبعث إلى طلب رجل خفيف العقل قال الملك حتى يحضر فلما حضر العلامة بعث الملك إلى جميع علماء المذاهب الأربعة وجمعهم فلما دخل العلامة العلامة الحل أخذ نعليه بيده ودخل المجلس أمر غريب على شخص يكون داخلا إلى مجلس السلطان فلما حضر العلامة بعث الملك إلى جميع علماء المذاهب الأربعة وجمعهم فلما دخل العلامة أخذ نعليه بيده ودخل المجلس وقال السلام عليكم وجلس عند الملك وبيده نعلاه وجلس عند الملك فقالوا للملك ألم نقل لك إنهم ضعفاء العقول قال قال الملك اسألوا عنه في كل ما فعل هذا تعبير فيه عجمة وما هو بغريب فإن الذي نقل عنه محمد تقي المجلس في كتبه عجمة وصاحب الروضات في كتابه عجمة واضحة قال الملك اسألوه وليس اسألوا عنه فقال الملك اسألوه عن كل ما فعل فقالوا له لما ما سجدت للملك وتركت الآداب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ملكا وكان يسلم عليه وقال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركا ولا خلاف بيننا وبينكم أنه لا يجوز السجود لغير الله ثم قال له الذي كان يحاججه لما جلست عند الملك قال لم يكن مكان غيره وكل ما يقوله العلامة بالعربي كان المترجم يترجم للملك قالوا له لأي شيء أخذت نعلك معك وهذا مما لا يليق بعاقل بل إنسان قال خفت أن يسرقه الحنفية كما سرق أبو حنيفة نعل رسول الله فصحت الحنفية حاشا وكلا متى كان أبو حنيفة في زمان رسول الله بل كان تولده بعد المئة من وفاته من وفات رسول الله فقال فنسيت فلعله كان السارق الشافعي فصاحت الشافعية كذلك وقالوا تولد الشافعي في يوم وفات أبي حنيفة وكان نشوءه في المئتين من وفات رسول الله وقال لعله كان مالك فصاحت المالكية كالأولين فقال لعله كان أحمد بن حنبل ففعلت الحنبلية كذلك فعلت الحنبلية كذلك أنكروا هذا الكلام على العلامة الحل فأقبل العلامة إلى الملك وقال أيها الملك علمت أن رؤساء المذاهب الأربعة لم يكن أحدهم في زمن الرسول ولا الصحابة فهذا أحد بدعهم أنهم اختاروا من مجتهديهم هؤلاء الأربعة ولو كان فيهم من كان أفضل منهم يعني أفضل من الأئمة الأربعة من كان أفضل منهم بمراتب لا يجوزون أن يجتهد بخلاف ما أفتى واحد منهم فقال الملك ما كان واحد منهم في زمان رسول الله فقال الجميع لا فقال العلامة ونحن معاشر الشيعة تابعون لأمير المؤمنين نفس رسول الله وأخيه وابن عمه ووصيه وعلى أي حال فالطلاق الذي أوقعه الملك باطل لأنه لم يتحقق شروطه ومنها العدلان الملك طلق زوجته فيما بينه وبينها فلم يكن هناك من شهود عدول ومنها العدلان الشاهدان العدلان فهل قال الملك بمحضرهما بمحضر الشهود قال لا ثم شرع في البحث مع العلماء حتى ألزمهم جميعا فتشيع الملك وبعث إلى البلاد والأقاليم حتى يخطبوا بالأئمة الاثني عشر ويضرب السكك العملة ويضرب السكك يعني الدراهم والدنانير على أسمائهم وينقشوها على أطراف المساجد والمشاهد منهم هذه هي الحكاية التي نحن نعرفها ونرويها ونرددها دائما ونقول من أن العلامة الحل هو الذي كان سببا في تشيع المغول وفي انتشار التشيع في إيران مع التفاصيل المتقدمة والتفاصيل المتبقية هذه الحادثة لا قيمة لها في سياق كل تلك الوقاع تشكل جزءا وربما كانت جزءا أخيرا إذا كان الأمر مرتبا والذي يبدو من التدقيق في تفاصيل الواقعة فإن الواقعة مرتبة ومن أن العلامة الحل أو أن تاج الدين الأوجي بالتعاون مع الوزير الشيعي ومع الأمير المغول الشيعي تعاونوا ورسموا هذا المخطط من أن الملك يطلق زوجته ومن دون شهود إنه ما طلقها ويطرح هذا على علماء الأحناف والشوافع وغيرهم لأن جوابهم معروف في المسألة وبهذا يفتحون الباب بشكل رسمي للعلامة الحل أن يأتي وحينما جاء العلامة الحل فإن السلطان المغولي أقام له مدرسة سيارة ويبدو أن الأمر قد خطط له من قبل هذا لا يعني من أنه لم تكن مدرسة ولم تكن مكتبة في البلاط السلطان في حال تنقله فهناك الكثير من العلماء من الشيعة من الأحناف من الشوافع من كل الملل كانوا في بلاط الملك وكانوا يحتاجون إلى مدرسة يحتاجون إلى مكتبة هذا الأمر كان موجودا لكن حينما صار القرار أن يكون السلطان شيعيا وأن يرافقه العلامة الحل فلابد من مدرسة تكون سيارة لأن السلطان يتنقل من مكان إلى مكان بحسب ظروف سلطنته وعمله ومن هنا فإن المدرسة التي فتحت كانت استمرارا للمدرسة السابقة وللمكتبة السابقة وما كان من كلام في الحلقة الماضية من أن العلامة الحل كان يدرس مختصر ابن الحاجب وكتب شرحا مفصلا هذا الأمر كان في الحلة ولكنه انتقل معه أيضا إلى المدرسة المتنقلة فلقد بقي العلامة الحل مع السلطان أولجايتو خان إلى أن توفي متى توفي السلطان أولجايتو خان توفي سنة سبعمية وستعاش بداية ملكه سبعمية واثلاثة ويبدو أنه تحول إلى التشيع من خلال القرائن سنة سبعمية وسبعة ما بين سبعمية وسبعة وسبعمية وتسعة في هذا التاريخ وإن كان هناك من المؤرخين من صرح من أن تشيع السلطان محمد خدابندة كان في السنة السابعة لكنني إذا ما جمعت بين الوقائع والأحداث يكون هناك خلل في ترتيبها وتنظيمها لذا أقول ما بين سبعمية وسبعة سبعمية وتسعة وتوفي سنة سبعمية وستعاش بعد أن توفي رجع العلامة الحل إلى مدينة الحلة إلى حوزة الحلة وبقي فيها إلى أن توفي سنة سبعمية وستة وعشرين نذهب إلى فاصل في الجزء الثاني من الكتاب نفسه الروضات وفي ترجمة العلامة الحل صفحة ميتين وخمسة وسبعين ثم إن العلامة أعلى الله مقامه أخذ من بعد ذلك بمعونة هذا السلطان المستبصر الرؤوف الحديث عن أولجايتو خان في تشييد أساس الحق وترويج المذهب على حسب ما يشتهيه ويريد وكتب باسم السلطان الموصوف كتابه المسمى بمنهاج الكرامة في الإمامة وكتاب اليقين المتقدم المتقدم الذكر الذي تحدث فيه عن علاقة والده يوسف ابن المطهر بهولاكو ومسائل شتى وغيرهما وبلغ وبلغ أيضاً من المنزلة والقرب لديه بما لا مزيد عليه وفاق في ذلك على سائر علماء حضرة السلطان المذكور مثل مثل من مثل القاضي ناصر الدين البيضاوي هذه أسماء لامعة في التاريخ السني القاضي ناصر الدين البيضاوي والقاضي عضد الدين الإيجي عضد الدين الإيجي أتعرفون من هو إنه عبد الرحمن عضد الدين الإيجي من أئمة الشوافع كان شافعياً أشعرية يلقبونه بشيخ الشوافع وبشيخ العلماء وبقاضي قضاة الشرق هذا هو الذي وضع أهم حاشية على مختصر ابن الحاجب زملاء العلامة العلي والقاضي عضد الدين الإيجي الإيجي نسبة إلى منطقة إيجا في تركيا بحر إيجا منطقة إيجا حاشية عضد الدين الإيجي والتي يقال لها الحاشية العضودية هي أهم حاشية كتبت على مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه من الآخر يسمون الكتاب تارة تارة بالحاجبية نسبة إلى ابن الحاجب وتارة يسمونه بالعضودية لأن حاشية القاضي عضد الدين صارت كأنها جزءا من مختصر ابن الحاجب وليست شرحا في مقام الدرس والتدريس في مدارس السنة في الماضي وحتى في الحاضر لا يفرقون بين نص المختصر وبين حاشية عضد الدين الإيجي لأن هذه الحاشية هي أقوى من سائر الحواش الأخرى وهذا الشرح أقوى من سائر الشروح الأخرى إذا ما حدثتكم عن مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه وسألني سائل أفضل شرح في نظر أهل السنة وليس في نظري وأنا أتفق معهم أيضا بحسب مقاييسهم أفضل شرح هو شرح القاضي عضد الدين الإيجي لمختصر ابن الحاجب هذا هو بلحمه وشحمه ودمه وعظمه موجود في بلاط السلطان المغولي وهو مزامل للعلامة الحل وشريك في المدرسة نفسها وفي المكتبة نفسها فلا يعقل أن المدرسة التي أنشئت للعلامة الحل لا ينتفع منها العلماء الآخرون المكتبة الموجودة لا ينتفع منها العلماء الآخرون والمكتبة من البداية كانت موجودة في البلاط السلطاني وهي مشحونة بكتب الأحناف والشوافع وسائر المذاهب العباسية الأخرى ومن هنا فإن العلامة الحل صارت كتبه التي ألفها وهو بصحبة السلطان المغولي صارت كتبا سنية بامتياز إذا ما رجعنا إلى كتبه فإن كتبه سنية بامتياز ناصبية بامتياز وهذا الأمر يعرفه الدارسون بدقة وبعمق لكتب العلامة الحل أعرض لكم هذا الفيديو لمرجع المعاصر محمد باقر الإيرواني وهو يكتشف اكتشافا عظيما مع ضحف في معلوماته هناك ضحف في معلوماته عن العلامة الحل وعن حوزته السيارة المتنقلة أنا لا أريد أن أشكل على كل حرف قاله هذا الرجل إنما سيحدثكم عن أن كتب العلامة الحل مشحونة بآراء المخالفين وفي الوقت نفسه ينبه طلابه إلى أن هذه المعلومة تبقى بيننا لا تنشروها رجاء اعرض لنا الفيديو هناك تساؤل قد يخطر إلى الذهن وهو أن الشيخ قدس الله روحه الشريف الشيخ الأعظم كيف التفت إلى هذا الشرط يعني أن لا يكون مستلزما لما ذهنه كيف انتقله الانتقال انتقال الذهن إلى اعتبار أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة شيء وجه هذا بسيط ينتقل الذهن إلى أن يكون مقدورا هذا أيضا وهكذا الشروط الأخرى التي ذكرت أما أن لا يكون مستلزما للمحال هذا الذهن ينتقل إليه كيف كيف الشيخ الأعظم ينتقل ذهنه هو طبيعي ذهن الشيخ الأعظم وقعت هذا هذا ما بي كلام لكن نريد نشوف شلون ينتقل حتى نحن نتعلم الذهن خلي ننتقل إلى مثل هذا ليش ما ينتقل أنا أحتمل أنا أحتمل غير مسألة التزديد الرباني ذاك هو فوق الكل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا جميعا هاي دائما أطلب التزديد والتوفيق الرباني اجتفاتات هاي توفيقات ربادية الشيء الذي أحتمل أن العلام رضو ألعف أن الشيخ قدس الله روحه الشريف حينما كتب المكاسب كانت عنده جملة من الكتب طبيعي هذا الكتاب يحتاج مكاسب جملة من الكتب مصاد لكن واحد من الكتب الأساسية التي كانت أمامه التذكرة تذكرة العلامة لأن أنت لاحظ الذي عنده شغل في المكاسب مضاحثتين تدريسين على أي حال لاحظ على أنه يكثر الشيخ الأعظم النقل من التذكرة هذا فرد شيء واضح بش هذا يحتاج إنت يكون تلاحظ وتتابع هذه القضية هذا الكتاب كان عنده موجودا حين كتابة المكاسب أكو كتب عند الشيخ الأعظم أساسية في كتاب المكاسب حينما كتبه أكو كتب غير أساسي الجواهر عم ينقل عنه لكن ليس من الكتب الأساسي أما هذه التذكرة هي من الكتب الأساسية وهذا الشرط هذا الأمر موجود في من في التذكرة يبقى التساؤل يكرر نفسه العلامة ينلتفت العلامة هم ذهنه وقعت بس شلون واحد يلتفت إلى مثل هذه الأموم العلامة كان عنده مولانا مكتب سيارة مكتب سيارة شنو مكتب سيارة شنو شلون كان يسافر العلامة سفرات كان يسافر وتدري سفرهم يجر فترة ومثل سفرنا منا ينتقل اليوم بكل شئ والآن ساعة صاير بعد بكل شئ أما أول السفر كان فمعه مكتب سيارة وتلك المكتب تحتوي على كتب العام الكثير الكثير منها ولا بالقرب من طاق علي أغا وتعرف طاق علي أغا بعدويا أنت مون جيف فما تعرف طاق هذا طاق علي أغا ترى من أحد الأمور الأثرية مع الأسف الآن قاعد يتهدم هذا همات أيضا بيته بالقرب من ذهن ذلك المكان على ما ينقل شيخ محمد حرز الدين رضوان الله تعالى عليه في كتابه معارف الرجال يقول فريد يوم أنا قاعد أمشي متوجه على طاق علي أغا وإذا رأيت الشيخ رضوان الله عليه يأتي من طاق علي أغا على أي حال الذي يعرف بيت سيد رضو المرعش رحمة الله عليه تقريبا مقابل إلي بس مو مقابلة تامة أكو داران واحد من الدارين هو دار الشيخ الدولان همات بيه هو دار الشيخ الأعظم قدس الله روحه فأرجع إلى صلب الموضوع أنه الشيخ كان أمامه التذكرة مو بعيد هذا الشرط أخذه من التذكرة وهو ينقل عن التذكرة وهو يقول هذا من التذكرة أهم زين أرجع إلى صلب الموضوع هذه كانت جملة معترضة لسجلها همات وبعدين خافت النشر فالدمرة مو صحيح مثل هذه الأمور تنشر على أي حال وإنما تبقى بيننا فأشياء نعرف مع ضعف الكلام وركاكته لكنه أشار إلى حقيقة الحوزة المدرسة السيارة للعلامة الحل مكتبتها كانت مشحونة بكتب المخالف والعلامة الحل دراسته في الحلة كانت مستندة إلى كتب المخالف ومر هذا الكلام علينا وها هو يزامل القاضي القاضي عضد الدين الإيجي إنه صاحب الحاشية الأهم على مختصر ابن الحاجب القاضي الإيجي توفي سنة سبعمية وستة وخمسين للهجرة هناك شخصيات أخرى ورد ذكرها لكن قبل أن أشير إلى الشخصيات الأخرى باقر الإيرواني بعد أن ذكر ما ذكر قال هذا الكلام وبعدها خاف تنشر فرد مرة مو صحيح مثل هذه الأمور تنشر على أي حال وإنما تبقى بيانات نفد أشياء نعرفها عجيب أمرها أولى إذا كنتم على الحق فلماذا تخافون من الحق إذا كنتم على الباطل إذن لماذا لا تفكرون بعواقب أموركم هذا المرجع المريجع المعاصر مثل ما يقول لتلاميذه خلوا هذه الأشياء بياناتنا إنه يحدثهم أيضا عن المالي المجهول المالك ويقولهم أخمطوا بأي حال أخلوا هذه القضية بياناتنا رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الخمطية سهيهم ماذا فرد فائد احتي عيب بياناتنا لتحجوه فرد مرة للنعاس مجهول المالك رعا ياه الذي افتح متشلون يا لا لقطات كما قلت لكم من كواليس المسرح الطوس أعود إلى بقية الكلام من هم الذين كانوا في البلاط المغولي القاضي ناصر الدين البيضاوي والقاضي عضد الدين الإيجي ومحمد ابن محمود الآملي صاحب كتاب نفائس الفنون وشرح المختصر هذا أيضا عالم آخر من علماء السنة من شراح مختصر ابن الحاجب العلامة الحل هو أيضا من شراح مختصر ابن الحاجب وقد قرأت عليكم ماذا كتب ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة وماذا قال من مدح بخصوص شرح العلامة الحل لمختصر ابن الحاجب وهؤلاء أيضا شراح للكتاب نفسه ولذا فإن موضوع المحاورة التي دارت فيما بين العلامة الحل والسلطان المغول وعلماء المذاهب أعتقد أعتقد أن فيها شيئا من المبالغة في إيرادها بالطريقة التي أوردها محمد تق المجلس في شرحه لكتاب الفقي وأعتقد أن القضية قد تكون مدبرة لأجل أن يتغلب الشيعة في البلاط السلطاني المغولي هذه احتمالات هذه احتمالات نحن لا نملك دليلا على صحة رواية محمد تق المجلس فيما يخص طلاق السلطان لزوجته أنا لا أنكر واقعة التطليق لكن ني أتحدث عن كواليسها إننا لا نمتلك المعطيات والقرائنة الكاملة التي نستطيع من خلالها أن نستكشف ما جرى في كواليس هذه الواقعة إذن هناك القاضي ناصر الدين البيضاوي والقاضي عضد الدين الإيجي صاحب الشرح على مختصر ابن الحاجب ومحمد ابن محمود الآملي صاحب كتاب نفائس الفنون وشرح المختصر والشيخ نظام الدين عبد الملك المراغي من أفاضل الشافعية والمولى بدر الدين الششتري والمولى عز الدين الإيجي والسيد برهان الدين العبري وغيره وكان رحمه الله يعني العلامة الحل في القرب والمنزلة عند السلطان المذكور بحيث كان لا يرضى بعد ذلك أن يفارقه في حضر ولا سفر بل نقل أنه أمر لجنابه المقدس وطلاب مجلسه الأقدس هذا المجلس الذي يدرس فيه الدين الناصب مجلس العلامة بل نقل أنه أمر لجنابه المقدس وطلاب مجلسه الأقدس بترتيب مدرسة سيارة ذات حجرات ومدارس مدارس جمع لمدرس مكان للدراسة بترتيب مدرسة سيارة ذات حجرات ومدارس من الخيام الكرباسية نوع من أنواع القماش وكانت تحمل مع الموكب الميمون الموكب الميمون للسلطان المغولي أينما يصير وتضرب بأمره الأنفذ الأعلى في كل منزل ومصير وقت الحلقة انتهى المطالب المتبقية تحتاج إلى وقت طويل لذا سأتركها إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى كي أكمل حديثي في هذه الجولة في كواليس المسرح الطوسي صار واضحا لديكم من أن العلامة الحل هو المؤسس الثاني الحقيقي للمذهب الطوسي الذي عليه الشيعة اليوم وساعده المغول في نشر هذا المذهب ما استطعت أن أغطي الموضوع في كل جهاته لكنني حاولت أن أأخذ لكم لقطات من هنا ولقطات من هناك كي أرسم لكم لوحة كاملة تستطيعون أن تحكموا بحكمكم وفقا للمعطيات التي قدمتها بين أيديكم ترجمة نانسي قنقر